ملعب إنتر أرينا يعيش أجواء احتفالية على مدار الموسم بفضل أحد أبناء الحي بوبكر سومري الذي قرر قبل ثلاث سنوات تشييد هذه المعلمة الرياضية الصغيرة في حي السبخة أحد الأحياء الشعبية والحساسة في مدينة واكشوط من أجل استقطاب الشباب وإبعادهم عن الإنزلاق في متاهات الانحراف المتعددة هذا الملعب لا يشكل فقط فضاء الرحباً للعب كرة القدم في أوقات الفراغ بل يعتبر اليوم قلعة متقدمة لمحاربة مخاطر الهجرة السرية وتعاطي المخدرات والجريمة والعصرية التي توجد في طليعة التحديات التي تواجه الشباب هنا الوقت الفراق لدى الشباب هو الذي يستقصبهم إلى أن يكونوا مشاريع لمنظمات رهابية أو حتى أيضاً لتعاطي المخدرات والنفور من البلد وذهب إلى الهجرة السرية حديثة غرق أحد زوارق الهجرة السرية إلى أوروبا قبل أشهر ما زالت عالقة في الأذهان هنا حيث فقدت بعض الأسر أبنائها وحتى بعض الفراق لاعبها لكن متابعة هؤلاء الشباب يداعبون كرة القدم بشغف كبير قد يشكل طوق نجاة لهم وأملاً في مستقبل واعد هذه التجربة هنا يمكن الشباب من أن يتلقوا هنا أسبوعياً ففي هذه الصالة فيه عدة بطولات تجرى هنا أسبوعياً يجرى هنا عدة بطولات فيه بطولة أبطال فيه بطولة دوري درجة أولى ودرجة ثانية يلتقي فيه معظم الشباب بل حتى هناك أيضاً بطولة تقام هنا للجاليات الموجودة هنا في موريتانيا جاليات أوروبية جاليات إفريقية كلهم يأتون هنا ليلعبوا هنا بطولات تنظمه هذا صالة أرينا هنا الذي بناه العمدة أبو بقر السماري الذي نعتبره فخراً لنا في موريتانيا كذلك هذه الصالة له دور أخرى وهي أن من خلاله يأتي هنا كثير من الرياضين والمدربين لكي ينتقوا هنا بعض الشباب ففي هذه الصالة خرج هنا بعض اللاعبين الذين أصبحوا الآن يلعبون في دوري درجة أولى والدرجة الثانية ودرجة الثالثة في موريتانيا الملعب كلف فقط مبلغ 300 ألف دولار ويتسع لألفي متبرج وتم تشييده بمواصفات حديثة تحترم معايير السلامة وهو مفتوح على مدار الساعة ويستضيف سنوياً بطولات لكرة القدم في مختلف الفئات العمرية فبنائه لهذا المركب هنا زاده الشعبية لدى شباب المقاطعة وهو الذي أهله حتى أن يكون عمداً لبلدية السبخة فقد فاز فيها فوزاً كاسحاً استطاع أن يتغلب على المرشحين الآخرين بفارع كبير وكذلك هذه الصالة والذي يعتبر قبلة لشباب مقاطعة السبخة بل يستقبل عموم شباب في مقاطعة نواكشوت يأتون من كل المقاطعة لكي يلعبون هنا فهذه الصالة تعتبر أفضل صالة كرة القدم الموجودة هنا في موريتانيا التي بنيت على معايير جيدة ويستقبل الشباب ويؤهلهم ليكونوا شباباً صالحين منذ أن انتخب أبو بكر سوماري عمدة للسبخة الأهداف أصبحت أكبر والتحديات أيضاً حيث لا تتوفر هذه البلدية على ملعب بمعنى الكلمة ومن هنا لا بد من مضاعفة الجهود وتوجيه جزء كبير من الموارد المتاحة من أجل توفير بيئة ملائمة ومنشآت قادرة على استقبال العديد من الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف الرياضات موسيقى 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 ونقطع لكم بالأمر فقط queremos علموان ونستشدد دوريان ونستشدد دوريان ونستشدد دوريان ونستشدد دوريان شنونه دوريان من المتحركة نحن نقوم بربع ليما معجب على البعض وعترارة مع تحوزكين وقم يعودون ونستشدد دوريان من أتركوا في الناس العام ، لا أتركوا في عام ، إننا سنقوم بإمكاننا فترة ، لتركوا في عام الأخيرة للمشيء ، وهي سنقوم بوضيحة للمشيء ، ترجمة نانسي قنقر 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 لقد نطبقوا معنا. بلى نθεان في هذا المنفق مدعمة للمشارجان لvsائن وإننا نحضر الكثير من الأجد ويمكن من الحصول على المتوشين حياتنا على المشارج الأجاد ومن المتوشينين من التجاريز تذكرون أن نحضر بحيث يتم الفيح هل سمعت نحضر بحيث يsterreichية والأحسابي مستقرقت المترجمات لقد أحد خيارات الكثير المترجمات لقد بها من خيارات الكثيرية لكن الطريقة ما زال طويلاً أمام المتخبين والسلطات المحلية من أجل بناء مشاهات رياضية قادرة على استيعاب العديد منهم إذ يشكلون اليوم لسبة تزيد على 60% من السكان